وصفة المشبك اليوم سنعمل وصفة المشبك وصفة بمكونات وسيطة كثير 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 بثلاث مكونات فقط ومتوفرة بكل بيت خلينا روح لتعضير الوصف حين كثير 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 اليوم لعمل وصفة المشبك بطريقة سهلة جدا عندي 3 كواب من سميت المتوسط سوف اضيف عليهم كوب من الدقيق ونخلطهم مع بعض طبعا السميت كان وزنها 510 قرامات والدقيق الأبيض 150 قرام كوب واحد كبير من المي تكون دافي المي دافي المي عشان تختبر معي بسرعة و راح اضيف لها ملعقة صغيرة من الخميرة الخميرة الفورية طبعا المي 430 جرام نخلطه مع بعض المكونات الجافة هاي بعد ما خلط المكونات الجافة كبير منيح هاي ملعقة من الشاي هي الخميرة الفورية انا ننزل طرق كبير للمشبك موجود عندي بالقناة و مع بعض بعدها راح نضيف المي نضيف المي و نحرطها مي دافي مع الخميرة راح تختمر معانا بسرعة خمس دقيق راح احتى حبت السميت تفتح معاي و نرجع يكون مجهزين زيت على الحرارة متوسطة هلا سميت راح تشرب السال الموجود من المي نزلنا هلا هيك صارت عندي جافة طريقة سريئة و مكونات كتير بسيطة و متوفرة بكل بيت طبعا سميت ضروري يكون وسط افضل شيء ضروري كتير الزيت لما نحطه تقريبا الخط الاول من السبابة غمق عمق الزيت ما يكثر الزيت كتير اثناء القليه يكون زيت كمية يعني ادوب تقريبا اول خط من الأسباع شوية بس اريح الخليط كيس الحلواني كيس الحلواني بالمشبك في مكانات خاصة للمشبك يستخدم ادوكات موجودة الزيت ننتقل لمرحض القليه كيس الحلواني كيس الحلواني كيس الحلواني بالنسبة للقطر او الشيرة كل اثنين كوب سكر كوب من المي طبعا تشتغلوا بالكمية اللي تحتاجوه الباقي ممكن نشيلوها للنوع ثاني من الحلوان اذا ما بتكتروا سكر للشيرة يعني الأطر ممكن تعملوا كوب من السكر نصف كوب من المي اشتغلوا عن نفس الكمية اللي موجودة كمية صغيرة يعني هاي الزيت جاهز شايفين ما كترت زيت كمية صغيرة كمية صغيرة كمية صغيرة ننزل طبعا اذا كانت العجينة السوء سميكة معاكم ممكن تفخروها بشوية مي هاي الزيت نخلصها بنرجع لكم طبعا نعلى نشيلها الدفعة ونحط دفعة ثانية العجينة ما نخليها قريبة من النار لان ما تختمر اكثر من هيك شايفين تطلع مكرمشة من برا ومجوة كتير قريئة وصفة كتير كتير سهلة هلا هيك بعد ما تتلون هدول الثانيات كمية تقريبة مباشرة من الخلي حطها بنزلنا بالشيرة نزلها بالشيرة هلا هيك خلصنا نرجع لكم ونهاية بعد ما قضعنا من الشيرة ترجيكم قوة من جوة شيء كارمشة هاي فيه ولا اروع من هنا تحضر تجربوها هون شاذا اتنا نجرب ونقرمشة من برا وجوات كتير فريد بنفس الطريقة حالة نوع من تقيقه تشرب مي كتير في حال تزلتوا المقادير اللي على المتاع طلعت العجينة شوية معاكم سميكة ممكن تضيفوا شوية مي لتكون هيك لزجة معاكم سأكمل باقي الكمية نرجعكم طريقه بالتقديم واخر شيء هكذا وصفة اليوم بتمني اكون الوصفة ناته عجابكم سيكرا ومتاع باقي ومتاع باقي ومتاع باقي